لو اجيت قلت انا لو عملت كذا بيصير كذا لو عملت كذا كان ما صار كذا طيب اسمعكم قول الله عز وجل ربنا بيقول لك بس هاي مش راحي مش راحي يحس فيها الا المؤمن الى الانسان لموكل امره الى الله عز وجل ربنا بيقول ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه اي شغلة بتشوفها في الدنيا من مصيبة اي شغلة انت بتعتقد انها مصيبة هي مسجلة عند الله عز وجل قبل ان يبرأ السماوات والارض مكتوب في خلق الله عز وجل انه راح يصير كذا وكذا وراح بالساعة الفلاني والسور الفلاني والولد الفلاني ويتحير الاطباء ثم يبرأ باذن الله عز وجل ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها من قبل ان نخلقها ومن قبل ان نوجد السماوات والارض ان ذلك على الله يسير طيب يا رب لماذا كتبت قال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم مشان لما شغلة تروح عليك بتقول اه لو عملت هيك كان صار هيك لا لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما اتاك ولا تفرحوا بما اتاكم مشان لما ربنا يرزقك ربحة ولي جي كمال ما تقول اه لانه انا شاطر انما اوتيته على علم عندي زي ما قال قارون عشان ما تندم عن لراحك ولا تفرح تبطر يعني بللي اجاك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور معناة المصائب تشوفها بالدنيا مقدرة ايه مقدرة مكتوبة من زمان هي الان بتظهر لكنها مكتوبة اجاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبطت صفيه من اهل الدنيا حبيبه من اهل الدنيا حبيبه يمكن زوجته حبيبه يمكن زوجها حبيبه يمكن جاره حبيبه يمكن رفيق الصبا حبيبه يمكن شيخه حبيبه يمكن معلمه في الشغل حبيبه ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبطت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة إلا الجنة قال لك يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء لما يكون واحد أهل بلاء وثابت وصابر ويقول الحمد لله يوم القيامة بيصير اللي كانوا معافين بالدنيا يقول لك يا ريت كنت زيه في الدنيا احنا نقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة احنا صح نقول يا رب إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية لكن هذول اللي ربنا افتلاهم بفقر ابتلا بدين ابتلا بشيء من مصائب الدنيا هذول اللي بقولكم الصبر الصبر هو سيفتح لك باب الفرج الصبر هو الذي سيسجل لك جبال من الحسنات الصبر هو الذي سيجعلك حبيب الرحمن عمران بن حصين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان به مرض كان به مرض وكان شديد الصبر لدرجة أنه كان كل ما تألم يقول لك الحشوف الملائكة لكثرة ما كان يقول يا رب لك الحمد إحنا الدنيا كلها يا أخوان إذا ما فيها صبر تفقد لذتها ودائما أبدا لو كل الدنيا حلاوة وبقلاوة ومسهل الأمور ودائما نجاح ودائما فلوس ودائما صحة ودائما عافية ودائما 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 كان الإنسان بطغى لكن ربنا يعطيك شوية رشحة من هون بعطيك شوية ألم من هون بعطيك شوية تنغيصة من هون بعطيك شوية كذا من هون عشان ترجع تقول يا رب لك الحمد عشان ترجع تقول يا رب لك الحمد عشان ربنا سبحانه تعالى يخليك تشعر بطعم النعمة اللي أنت عايش فيها وبشر الصابرين ربنا بيقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لو عليك دين إلجأ إلى الله قبل ما تلجأ للناس صح أمشي وإسعى وقول يا ناس مين يساعدني لكن خلي تعلقك الأول مع الله لو عندك مرض تعلقك مع الله لو عندك هم تعلق مع الله لو عندك مصيبة تعلق مع الله لو عندك ضيق تعلق مع الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها أي واحد أي شغل تصيبك قول إنا لله وإليه راجعون يا رب تأجرني في مصيبتي حتى لو كان مصيبتك عبارة عن عجل بنشر لو المصيبة عجل عجل ببنشر أقول لك أصبعك إن قرط أصبعك مقروط قول إنا الله وإليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يصبر يصبره الله يعني الخطوة الأولى منك بس ربنا بعطيك الصبر ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر تعال لو لو الواحد معه مليار لو أنا الآن بملك مليار وهذا سأل أعطيته وهذا سأل أعطيته وهذا أعطيته وهذا أعطيته وهذا أعطيته مش راح تلحق على الدنيا ليش؟ لأن المديونية المملكة 27 مليار من أجيب؟ مش كشخص كأي واحد بسمعني لو أنه كل إنسان أعطيته طلبه مرش راح تلحق على البشر طب كيف نتساعد؟ الصبر الصبر صبر مرات عمرضاك وصبر مرات عضاعفاك وصبر مرات عزوجتك وصبر مرات عزوجك وصبر على ابنك وصبر على جارك وصبر على كل الدنيا لكن يا أخواننا هذا كله لا يمنعك أنك تعيش بعض الحالات مع الله تعيش لحظات تنسى فيها كل الدنيا هذا جزء من الصبر الصبر مش معنات السكوت على الألم على المرار لا الصبر معناته تطلع من الضياق الذي أنت من الضيق اللي أنت موجود فيه تمسك مسبحتك سيقول الله 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 فقط تذكر الله باللفظ المجرد تطلع من إطار الهم اللي أنت فيه وعيش مع الله عز وجل ولجأ إلى الله عز وجل أنت اليوم مهما كان ظرفك اسأل نفسك سؤال وين صبري أنا اللي قاعد بصير بدون صبر هيك إحنا مش ماكينات على فكرة بالدنيا إحنا مش مكائن مش حديد مش معدن إحنا بشر دم ولحم وعصب والفلاحين عنا بيقول لك بني آدم مي وطين كل شو بحرة يعني أنت تعال على بركة قد ما تكونها البركة كبيرة ارميلك فيها حجر بتنحر المي إحنا كل ما إحنا مي وطين إحنا كل ما مي وطين مرات كلمة بتحرك بتنكدك يعني زعلة مرضى سيارة عطلت مرات إشارة وإيه وقفت عليك بتنحر أنت من جوه لكن لما تخلي قاعدتك إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون خليها قاعدتك إنا لله وإنا إليه راجعون والله تجد أن أبواب الدنيا تنفلح قدامك تجد أنه ربي سبحانه وتعالى هو بيعطيك مدد من عنده بيعطيك مدد بدنا نغير اللحن الموجود والنغم الموجودة الدنيا ضايقة الدنيا سودة البلد واقفة الحسرة المرات الكآب ليه شيك خلي كآبتك على حالك من قال هلك الناس فهو أهلكهم هو اللي خرب بيت الناس قول الحمد لله قول يا ربي لك الحمد هين قاعد بطلع من عمال بروح على عجلون بروح على إربت بروح على الكرك بروح على الطفيل الحمد لله ما واحد بقفك على الطريق بقول لك افتح طبون سيارتك ما في حدا هاي أمان الحمد لله بودي ابن على المخبز بقول يا أبا هيرو بعيرة روح جيبينك كيلتين خبز بروح جيب كيلتين خبز وبيجي خبز موجود أكل موجود فتطلع النعم عشان تقدر تصبر بس في واحد عايش بعيشك بخزق إبرة مش مقدش خزق الإبرة بعيشك هناك بخلي بفجيك الدنيا من خزق إبرة الشيك الصح قسم بالله أنا في قائدات بطلع منها سودة 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 عتمة سودة عتمة أنا عارف بعد خمسة سنين شو بتوصي ياخد تضامن حالك لا بعد خمسة سنين الله ما نعارف الليرو بعد خمسة سنين شو توصي فيه الله جعلك لا تضلع بعد خمسة سنين وليرو تنظلت ما هي يعني بمعنى بيجيب لك إحباط بيجيب لك كآبة بيجيب لك نكد طول ما هو قاعد بنفخ طول ما هو قاعد مصايب طول ما هو قاعد مشاكل لا ينظر الى شيء من متع الحياة لا ينظر الى شيء من متع الحياة ولو سألته قلته متى اخر مرة ورده وقفت قدام ورده بقولك يا اخي انا فاضح احنا بلاقين خبز نوكل عشان وقف دام الورد مو لانك يا محترى مش ملاقي خبز وقف قدام الورده لان الورد بيغير نفسيتك ربي سبحانه تعالى فرج عنا جميع ربي سبحانه تعالى صبر كل مبتلى وكل مضايق وكل واحد عنده حاجة ربي سحة اسد العظيم باسماء الحسن وصفات العلا ان يلبي لكم حوائجكم ويفرج هموما اجمعين قولوا امين